اه لكن طالما قانونه خلاصه اتقبض عليه وحيتحلل ايه بقى في قانون دولة احنا دولة فيها قانون لكن انت انت حسير بالوجع اكيد واجعت واجعت انما الناس لقيته ببينسوه كمان لينا اكتر واحد غنت فينا صحيح صحيح طيب قلينا نروح للسينما الحقيقة اللي انت قلتها اعتقد ان مفيش عليها اخلاف وحتى احنا ذكرناها في التقرير انه قال السبكي سواء انت او احمد كل واحد في شركته انتوا تقريبا اللي استمرتوا في الانتاج من 25 الى حد النهاردة رغم الظروف السياسية ورغم الفراغ الامني ورغم ان الناس بتخش سينمات وناس كانت قلقانة وكذا انتوا الوحيدين انا بقول كلمة الوحيدين بمعنى كلمة الوحيدين بعض المنتجين التانين يشتغلوا على سطر يسيب سطر يعمل فيلم لا 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 ما اشتغلوش في ناس ما اشتغلتش خالص وفي ناس اشتغلت خمس سنين اللي فاتوا دول عملوا فيلم سواء انا او احمد السوكي بجد مش خب بالك سيبك من الفلوس والماديات والحاجات دي احنا اكتر اتنين بنقشق حاجة اسمها صناعة سينما بنقشقها عشي ما نعرفش نقش من غيرها بتقشقوها عش عشي صناعة السينما وبنخاف عليها اكتر من اي حد رغم انه بتقال انه لا احمد ولا محمد سينمائيين في الاساس وان انتوا تجار وايه علاقتكوا بالسينما وابعض كبا ما بيزود بقولك انتوا دخلاء على السينما انت جاي بتقولنا اي انا او احمد بعد 25 سنة في الصناعة عاليا جاي تقولنا ايه علاقكوا بالسينما لان بقالي 25 سنة باشتغالها ربع كرن احنا بنشتغل الصناعة عاليا فجاي تقول ايه علاقتك علاقتك دي تقولها سنة التسعين اه ايه علاقتك بالسينما فاهم ليه؟ طبعا لما السينما فكر ولازم يقب عندك خبرة اظن الكم سنة اللي احنا اشتغلناهم دول عملونا خبرة اكيد مش قليلة اكيد طب بالامانة انتوا بتشتغلوا اه سينما انت قلتلي احنا بنعشى السينما ها بتشتغلوا سينما لانها بيزنس مربح؟ لانها متعة 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 مش بيزنس مربح خلصت بمعنى بيزنس مربح ده ممكن كان في الاول باول كام سنة اشتغلتهم وبتاع انما بدخلت جوا صناعت السينما دي وعرفت فيها كل صغيرة يعني الافلام دلوقت اللي بنسمع انها بتجيب تلاتاشر وخمستاشر وعشرين مليون ده مش بيزنس مربح؟ ده بتاع ربنا مناعات طبعا كله بتاع ربنا انا بجي اشتغل فيلم انا بشتغلوا باحساسي وبشتغلوا بخبرتي ربنا يرزق ده بتاع ربنا بقى بس انا عملت اللي علي اجتهد ايو لما ربنا يرزق ساعتها بتبقى الربح كويس اه خلاص وعلى فكرة وفيه افلام ايو انا قصدي لا انا اقول لها اعديك مثلا انا اعديك مثلا للحتة دي انا مرة كنت بعمل فيلم اسمه حلم العمر بتاع عماد اهلال بتاع عماد اهلال اللي كان طالع فيه بوكسير دوا مصبو انا مقارس السلالو دوا عجبني جدا كويس حلم وانا بقى راه اه كان فيه ايه عجبني فيه حدة الوطنية ومصر تشجعت ان انا اعمله وانا بقى راه عارف ان هو مش هيكسب هيخسر وتكلفته عليها جدا يا سلام كنت بعمل جنبي فيلم تاني اسمه ايه اخر كلام فيلم صغير يعني فهمني الفيلمين بصورهم وانا بانتجهم عارف ان ايه ده هخسر فيه بس عارف ان الفيلم صغير ده هيكسبني وعملت اللي اتنين وفيلم الفيلمين اتعرضوا حلم العمر دوا مانجحش سينمايا بعيني فيلم فيلم يضر السينما بس انا عامله اشقي في السينما بحب المهنة وحابب السينياريو يعني انت بتعمل الفيلم وانت عارف انت بش اكسب منه وانا مش اكسب منه بس عملته وعملت فيلم تاني جنبي صغير رسمو اخر كلام اه نجح نجح يمكن اعود كل اخسارة حلم العمر هي ده السينما طيب ما هي القصة فينا انه الناس اللي بتقول انه السبكية بيشتغلوا السينما عشان الارباح بص اقول لك على حاجة طيب بكمل بس السؤال ان بيشتغلوا عشان الارباح مش فكرة بقى ان هم عشقين للسينما وان هم عايزين يعملوا افلام فيها رسالة فعشان كده بيختاروا نوعية الافلام اللي فيها التوليفة اياها اللي بتجيب ارباح وبتجيب فلوس في الشباع طيب لك ما فيش حاجة اسمها توليفة يقول لك توليت السوق ايه توليت السوق دي يعني صحة راحنا يعني بنسكر انا ولا توليفة ولا حاجة هي حمالية احساس انا بقرد سيناريو دوا هم بشوف ان انا انا حبيته هخش اعمله هيكسبنا هيخسرنا بتاع ربنا بس انا انت لما حبيب للورق زي انت ما تيجي تعمل برنامج لو انت مش حبيب فكرته مش هتعمله لا يعني ما بجيلكش ورق لو انا جيت الوقت سيدريست وجبت لك ورق وانت قعد في المكتب وبتقرأ الورق كده فبصت في الورق ففورا كده بخبرتك انت بقى 25 سنة بقى فعدبصت في ورق ده فورا كده تقول الورق ده اجي فلوس او تقول له يلا عم حاجة من هنا احنا مش بتوع رسائل وافكار ومش عارف ايه اخذ بالك اي فيلم في الدنيا اللي هو تفرج فيه رسالة فيش حاجة اسمها فيلم وفوش رسالة حتى لو كانت رسالته ان انا خليك تبتسم اه طبعا كمتفرق اه طبعا دي فحصلتها رسالة طبعا دي رسالة او اسماعيل ياسين ايه فاهمني؟ دي انا ما ديكي بتتفرج انت على الافلام اسماعيل ياسين زي ما بتقول اه بالمال ها فيها اي افلام ايه اه صح انا بتتحك خلق او رجل اللي عاوز يطلعك من الام الان لا دي تتلعها مهمة في حد ذاتها بالزبط